السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أحبا العزاء فهذا الحلقة جديدة اليوم كيف معودكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة هذه الوصفة خاصة بالنساء والبنات اللي عندهم الشهر ديالهم متقصف يعني من تحت يعني عندهم في واحد الحالة غير جميلة تيكون ناشف و تيكون مقطع لهم من الأطراف من تحت هذه الوصفة هذي غادي تساعدكم بإذن الله باش تعال جودك التقصف لفشهر ديالكم المكوناتها على الوصفة غادي نحتاجوا فيها زيت الزيتون وغادي نحتاجوا فيها بيضة كاملة وغادي نحتاجوا فيها واحد الموزة يعني بانانا اللي عندها الشعر قوي وعندها طويل ممكن تضعف نسبة ديال البانان دير جوج بنانات ودير جوج بيضات أما زيت الزيتون كتبقى بنفس الكمية طريقة باش نحضر هذه الوصفة هذي أحبي العزاء غادي ناخدوا ربعة المعاقدية الزيت الزيتون يكونوا كبار غادي نضيفوا عليها بيضة كاملة وغادي نقشروا الموزة نحيدوا لها القشور ديالها ونديروها في الخلاط مع الزيت والبيض وانتحنوا الخلاط مزيان باش نحصلوا على واحد الخلاط متجانس وسائل والزيادة متأكد ان البانان ما غاديش يبقى لكم في ذات الخلاط ممكن دوزوا في المصفات باش نحصلوا على خلاط متجانس متحون مزيان طريقة دي الاستعمال ديال هذي الوصفة أحبي العزاء غادي اتخذوا الأطراف ديال الشعر ديالكم ترقزوا عليهم بزاف ودهنوا هذي الوصفة هذي مزيان ولي بقى لكم ممكن تدهنوا الجذور ديال الشعر ديالكم المهم انكم تركزوا على الأطراف المتضررة في الشعر ديالكم من بعد أحباي العزاء نجمعوا الشعر ديالنا ونديروا لي البلاستيك الخاص بالشعر ونديروا فوطة أو فولار ونخليوا لمدة ديال ساعتين في الشعر ديالنا ومن بعد أحباي العزاء ممكن تصلوا الشعر ديالكم بشكل عادي يعني تتعملوا شامبوان صحي ديالكم وتتعملوا الماء دافي هذي العملية هذي كتتكرر جوش مرات في الأسبوع ووحد المراحضة دائما تنقولها لو تتعملوا شي وصفة للشعر ديالكم بيكون يكون نقي باش الشعر ديالكم يستخدم مزيان من هذي الوصفات ديال الخاصة بالشعر كانتمنى منكم أحباي العزاء لي ما فهم شي حاجة ممكن يسول في طرح السؤال ديالو في الكومنتر وكانتمنى منكم أيضا أنكم ما تبخلوش عليها بتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم وتنضموا لي القناة باش دائما نوصلكم الجديد وتشجعوني بلايك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله